قالت وكالة الأنروا إن الاحتياجات هائلة في قطاع غزة لسيما مع دخول فصل الشتاء الذي يتطلب توفير الملابس والأغطية بكميات كبيرة إضافة إلى الأدوية والوقود وقال المتحدث باسم الأنروا عدنان أبو حسنى أن هناك تخوفا من انتشار الأمراض لافتا إلى أن الأمراض المعوية انتشرت بمعدل أربع أضعاف ما كانت عليه سابقا كما زادت الأمراض الجلدية ثلاثة أضعاف إضافة إلى تقارير عن انتشار التهاب الكبد الوبائي